السلام عليكم ان شاء الله يعني لا تنسى الوقت عن حياة الإنسان وقد تحدثت فيها الأمم وقبل ذلك وبعد ليس أفهم مما قاله الدين الإسلام ونوه إليه فيما يتعلق بالوقت وليس أبلغ من أن نرى في القرآن أن الله سجل وعلا يعني يقسم ولا يقسم إلا بعظيم حينما أقسم بالليل والنهار والضحى والعصر والصبح وهذا يدلل على مدى أهمية الوقت وقالت العرب أيضا الوقت في السيف إن لم تقطعه قطعك والنبي صلى الله عليه وسلم نوه إلى ذلك في أكثر من موضع حينما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن ضمنها عمره فيما أثناء وهذا يدلل على مدى أهمية الوقت وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتنم خمسا قبل خمس وكان منها يعني عدة أشياء تتحدث عن الوقت شبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل مماتك وهذا يدلل على مدى أهمية الوقت وهنا أهمية الوقت يعني في إدارة الأزمات من الأمور الواجب التعامل محة بشكل دقيق ومهم وتعتبر عامل حيوي في تجنب حدوث الأزمة أو في تقليل الخسائر والتغلب على أثار الأزمة عند حدوثها لذلك حين روضع إجراءات والسياسات ورسم السيناريوهات التعامل مع الأزمة كان ينبغي أن يتم أو ينبغي أن يتم مراعاة عامل الوقت بشكل دقيق ومضبوط جيدا لذلك كان لزاما في حال يعني وضع خطط لإدارة الأزمات أن يتم التدريب عليها ومراعاة عامل الوقت من أجل العيش الحقيقي ومحاكاة طبيعة الواقع لما للوقت من أهمية في منح حدوث الأزمة أو تقليل خسائرها وتبعاتها وآثارها في حال الحدوث لذلك فإن عنصر الوقت أحد أهم المتغيرات التي تحكم في إدارة الأزمة الوقت يعتبر عنصر نادر جدا وندرته تؤدي إلى أو التأخر فيها تؤدي إلى خطر قد يؤثر على وجود المؤسسة بشكل آمن لذلك مهم جدا التدخل السريع بين قسين الوقت عامل الوقت لاستيعاب الأزمة والتعامل مع الإشارات والإرهاصات والإنذارات التي تنذر بوجود الأزمة وضع الخطط والآليات والاستراتيجيات والسيناريوهات للتعامل مع الأزمة وضع البدائل والتفكير في أفضل بديل ممكن ولذلك ومهم جدا طبعا التدريب على التعامل في حال حدوث الأزمات والسرعة في توزيع الأدوار على فريق إدارة الأزمات وأي تأخير زي ما حكينا في أمثلة قبل هيك في حال بداية وجود الوباء تظهر يعني لا يظهر الوباء مرة واحدة لتتضاعف عدد الحالات ولكن بشكل متدرج ومتزايد يتم زيادة عدد الحالات ففي حال الرصد أولا بأول للأمراض على سبيل المثال المعدية سيظهر أن هناك زيادة التدخل الأول والسريع في بداية الزيادة هذا ينذر بحالات تضاعف عدد الحالات في المرات القادمة التدخل في بداية ارتفاع عدد الحالات وازديادها يختلف عن مضاعفة ازدياد عدد الحالات في المرات الثانية أو في المرات القادمة لذلك مهم جدا وهنا يعني تظهر مدى أهمية الوقت في التدخل للتعامل مع الأزمة حسب نوعها إدارة الوقت يرتبط مصطلح إدارة الوقت بإمكانية وفلسفة تعظيم الاستفادة من الوقت باعتبار أن الوقت والتأخر فيه تكلفة والتدخل السريع مع مراعاة التوقيت الزمني الصحيح يقلل التكلفة من وجود الأزمات بيقولوا أنه هناك خلط ما بين إدارة الوقت وإدارة الأزمات لكن الواضح أن ينجح القرار من الإدارة حين يكون مرهون بضابط زمني معين يعني التدخل السريع مع مراعاة الوقت هذا يقلل من التبعات والخسائر يحافظ على إمكانية استمرار عمل المؤسسة وأداء مجروحها بشكل إيجابي والتأخر سيؤثر سلبا على وجود الأزمة طيب إدارة الأزمة ومعالجتها يرتبط ارتباط كل بعامل الوقت عشان هيك مهم جدا التعرف على الوقت الذي بدأت فيه الأزمة وقت بدأت الأزمة تنمو وتنضج وقت بدأت الأزمة تنحسر عشان هيك نستذكر المراحل الخمسة من مراحل الأزمة كمان يعني مراعاة التدخلات بتبعاتنا والقرارات اللي تم اتخاذها وتطبيقها وإنفاذها قديش كان إلها في يعني نجاحات في التعامل مع الأزمة بالنظر إلى عامل الزمني ما هي مزايا إدارة الوقت أول ميزة تقليل الفاقد من الجهد ومن الوقت أثناء حدوث الأزمات وما قبل وما بعد أيضا لماذا لكل دقيقة من دقائق تلك الأزمات أو الوقت الذي يمر في حدوث الأزمات من أهمية ومن ثمن ومن تداعيات سلبية في حال التأخر وإيجابية في حال التدخل السريع أيضا أن يكون الفرد مهيئ للاجتماعات دائم طبعا يكون دائما في حالة يسموها ستاند باي يعني حالة جهوزية كاملة لأنه في حال وجود الأزمات قلنا كل شوية في عندنا إشي مستجد وبناء عليه يتم يعني قراءة الأحداث بشكل تحليلي أكثر وبناء عليه يتخذ قرارات جديدة وهنا عامل الوقت عامل مهم جدا تحول دون التعرض لضغوط عمل غير محتملة وهذا يعني من خلال تجنب وجود المفاجآت ويعني التعرض لها لأنه احنا في موقع أحداث وإحنا عارفين أنه بطبيعة الأزمة هناك مستجدات أولا بأول لذلك ممكن يعني معايشة الحدث والعيش في مصرح الأزمة في وجود بيئة العمل سيقلل من يعني الضغوط المحتملة لأنه احنا عايشين الحدث برمته تمكن من متابع التطور العمل في المؤسسة على اختلاف المستويات المختلفة في المؤسسة وعلى اختلاف الأنشطة والمشاريع الموجودة في المؤسسة وذلك من خلال تخصيص الوقت لكل مهمة من المهمات داخل المؤسسة كمان يعني يمنع اغفال أو الاهتمام بموضوع مهين دون الموضوعات الأخرى والتعامل مع العمل اليومي واغفال المشروعات أو الأهداف طويلة الأمد والأنشطة التي يجب أن يتم مراعاتها على اكتلاف المستويات بطبيعة الأعمال المتنوعة والمختلفة داخل المؤسسة الواحدة عوامل النجاح ممكن ممكن يكون موجودة مع امكانية طبعا تدفق المعلومات أولا بأول والتعامل محة والتحديث وفق ما هو مستجد أيضا الضرورة الحتمية في ضوء علم المستقبليات تقضي بأهمية دراسة جميع الأنواع الأزمات والمتوقعة مع تحديد كافة الأدوار والأنشطة المتعلقة بالأفراد وتحديد البدائر في حال وجود طبعا بعض الكبوات مع مراعاة عامل الوقت بشكل مستمر أيضا من الشروط حتى يتم يعني إحداث النجاح في إدارة الوقت التدريب لما له يعني يعتبر عامل حاسم وأساسي في إدارة الأزمة ويحقق مراعاة الوقت لأنه يعني تم رسم سيناريوهات ومحاكاة حدوث أزمات والتعامل مع تلك الأزمات وإدارتها فهذا بيقلل من الضغط على العامل الزمني بعيدا عن يعني من خلال السيناريوهات أو التدريب الميداني على إدارة الأزمة كأنك بتعيش الحدث يختلف عن شيء قرأنا فقط وروحنا انطبقوا بعد فترة وهذا كان التطبيق عبارة عن يعني في حال وجود أزمة حقيقية يختلف عن تجربة معينة هذا بساعد في إدارة الوقت وتخفيف الفاقد من الوقت والضغط على الأفراد وعلى المؤسسات سرعة الاتصالات والتدريب للتعامل في إدارة الوقت والتعامل معها قبل حدوث الأزمات بشكل واضح وتحديد وسائل الاتصال مع بداء الاتصالات يعتبر من عوامل مهمة جدا في إدارة الوقت وتعظيم الاستفادة وكسب الوقت والتدخل بشكل زمني مناسب في حال وجود الأزمات إدارة الوقت بنجاح يتوقف على توزيع الأدوار المعدة مسبقا من خلال فريق إدارة الأزمة ويعتمد على التدريب في إدارة تلك الأدوار في حال العيش الحقيقي لوجود الأزمة من الشروط أيضا حتى يتحقق نجاح إدارة الوقت أن يبنى الوقت المحدد لتنفيذ أي نشاط بناء على معدلات أداء دقيقة يتم اعتمادها من خلال تجارب ودراسات سابقة في نجاحات آخرين في إدارتهم للأزمة وهذا أيضا يعتمد بالدرجة الأولى على التدريب ومحاكاة الأزمة من الأساليب التي تساعد في التغلب على ضياع الوقت وتحقيق نجاح إدارة صحيحة للوقت يجب الاهتمام بعدة نقاط منها وجود نظام فعال للمتابعة وهذا قائم بالدور الرئيسي على الإدارة الوسطى والإدارة العليا في متابعة وتنفيذ وإنفاذ كافة المطلوب من الموظفين ضمن برنامج زمني وجدول زمني محدد تنظيم استخدام المكالمات التليفونية كثير طبعا بنشوف وبنلاحظ بنلاقي إنه حتى التليفون ما بيتحول إلى المدير العام أو إلى المسؤول بسبب إنه هو في اجتماع أو في ضغط عمل أو في كده بكون فيها نوع من التنظيم للاستخدام التليفونية استخدام شبكات نظم المعلومات الحديثة اللي تداول البيانات داخل المؤسسة وخارجها زي ما بيكون مثلا في عندنا إيميل للمؤسسة نفسها اللي بدان ما أقعد أتصل بكل واحد على حدة وهذا قدش ممكن يأخذ عندي وقت ويكون عندي قاعدة مثلا عدد كبير من الموظفين أو الأشخاص اللي لهم علاقة بإيصال الرسالة إلهم فيمكن تأخذ معايا وقت لذلك فموضوع اللي هو استخدام اللي هو اتصال أو من خلال شبكة معلومات داخلية زي الإيميل في بتم إرسال رسالة واحدة في وقت واحد بتصل إلى عدد كبير من اللي بدنا إياهم من الناس وهذا يعتبر من تعظم الاستفادة بالوقت تفويض المساعدين ببعض المسؤوليات أو المرؤوسين يعني اللي هو استخدام أو مبدأ التفويض للموظفين ومنح الصلاحيات لهم طبعا يعتمد في ذلك على القدرات والمؤهلات تفويضه وطبيعة المهمة وكلما زادت خطورة وشدت وأهمية المهمة كلما قل التفويض وصارت تعامل مركزي من خلال الإدارة من اليوم تنظيم توقيتات الزيارة وهذا مهم جدا حتى يمكن تعدلت عندنا الثقافة عند الناس ما حدش بزور حد اللي غير بتصل فيه وممكن بيحدد مع موعد وهذا صار من باب يعني المؤسسات صارت تقول أن نستقبل الجمهور يوم كذا من الساعة مثلا بعد الساعة 12 وهذا أدى إلى الاستفادة من الساعات اللي هي اللي ما فيش فيها جمهور واستقبال جمهور اللي ممكن يقلل من طبيعي يزيد من ضياع الوقت ويقلل من آداء المطلوب والمهمات وجود نظام جيد لخدمة العلماء العملاء داخل المؤسسة ممكن يكون من خلال استعلام صوتي تليفوني أو ممكن يكون من تخصيص قسم اسمه وحدة خدمات الجمهور أو قسم خدمات الجمهور أو دائرة خدمات الجمهور حسب طبعا مستوى المؤسسة وتصنيفها وهذا يؤدي إلى تقليل عدد الناس اللي ممكن يدخل داخل المؤسسة نفسها يصل فيها إلى عموم الموظفين ممكن يتعاملوا مع عدد معين في خدمات الجمهور وتقدم لهم الخدمات وهذا يؤدي إلى تعظم الاستفادة من الوقت وتأدية المهام اللازمة من الموظفين بهيك بنكون هنا الفصل الثالث الثاني عشر فصل المتعلق بأهمية الوقت في إدارة الأزمات نستكمل الفصل الأخير الثالث عشر نحو تحديات القطاع الصحي كأمثلة عن القطاع الصحي الفلسطيني نتحدث فيها كمثال وهو بكون طبعا الفصل الأخير معنا إن شاء الله وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته